دايماً بابا ما كانش بيحب الوسائط ولا بيحبي يساعد حد على فكرة سواء أنا أو إيمي أختي يعني لا ما كانش ده مبدأه كان عايز حاجة طب انزل جرب من غاية ما نزلت بالزبط والله العظيم مع نفسي نزلت جربت مع أستاذ نامر عبد المنان طبعاً تجربة دي وكانت تجربة حلوة جداً شلسل المرافع ده كان مسلسل تقيل جداً كان فيه 75 ممثل وقامات كبيرة جداً يعني ونزلت والحمد لله انجحت فيه سيطرت سيطرت جداً بقى لأنه انت زي ما شايفك جداً مع الحنجرة هما بيحتاجوا الحاجات دي بيحتاجوا الحاجات دي في الانتاج جداً فبس بعد كده وأنا في المرافعة كان أستاذ عمر الشيخ الله يرحمه المخرج قال لي أنت ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي ليه ما بتمثلش؟ قلت له والله بص أنا مش يعني أنا بصراحة مش بجري ورا الموضوع في الوقت ده أنت ما جربتش تمثيل أصلاً خالص لا جربت بقى وأنا صغير كان مسلسل كده درامي كان اسمه مغامرات تامر وفتاحة كان بابا الله يرحمه ورامز جلال كانت حاجة كده يعني حاجة ما تسمعش عنها بس كنا بنجيبها شريت فيديو ونتفرج عليها وحنا صغيرين وحاجة كده وطلقت مشهد يعني تافه بحمار بشد حمار بس أنا بحب الموضوع يعني أبوس إيديك وخدوني معاكو لغاية بقى أستاذ عمر دخلني في مشهدين في مسلسل المرافعة ده عملت يعني اللي هو شاب ضخم كده بس سنه وعقله صغيرين يعني مسلسل ده اشتركت فيه كإنتاج بزبط كده وكتمثيل كده كده حاجة بسيطة جداً كده وبعد كده خرجت عملت مسلسل اسمه بس مباشر مع منتج محترم جداً أستاذ شريف عبدالعظيم برضو كنت أنا مديري الإنتاج بتاعه وشاركت بقى في كذا حاجة كده خفيف إعلان مش عارف على إيه لحد لما جلنا تجربة ستكم اسمه عيلة هاحا ودي بقى كانت المسلسل ده كان بابا الله يرحمه عامله عشان أنا وإيمي هو عايز بقى خلاص حاجة تجمعكو بالزبط دي كانت أول نقطة ممكن يساعد فيها وهو اللي كاتب المسلسل وهو اللي عامل كل حاجة ودخلنا ودوسنا على الفكرة مسلسل كوميدي جداً حلقات مفاصلة متصلة كل حلقة فيها نجم بنجيب بنحكي قصة وحاحا هو عايز ولاده يبقى زيه بالبجامات بالزواريب بنفس التركيبة دي وهكذا بقى سنبارق وصورة زيه وقال لابس أزرق فحاحا وتفاحا لا ده حاحا والمفروض ان دي قصة حياة حاحا بعد لما اتجاوز وخلف حاحا ومرتاحا وسماحا وساحا كلها حلقة وكل حلقة معانا جدا بس لسه منزلش للأسف بس ان شاء الله ينزل قريب